في الحتة الفلكلور احنا جايين من بص انا طولها تقول مصر انا محظوظة ان عندي ريفرنس كبير اوي يعني في بلاد ما فيش ريفرنس ترجع له في بلاد ما عندهاش التاريخ اللي عندنا فاحنا عندنا تاريخ كبير اوي في المزيكة في الفن كبير اوي اوي فبقول انا مش فهمة ليه الناس ما وقفتش هنا عندنا موسيقى غنية اوي وهيلة جدا فدايمن هتلاقي مشروعي في حتة نيو فولك هو مش فولك بس دايما باهتم بان حاجة اوريجنال انا ملحناها بس فيها من روح اللي انا متأثرة بيها المصرية دي الفلكلورية بس الامتداد بقى اللي بحكي لك عليه مثلا في الشعبي بحب اوي بها اقسلتهم انا طول الوقت بقول انا لو مع فنان زي بها اقسلتهم ممكن ناملي بحبه جدا وحد بعيد عني قوي مثلا يعني ده من الدويتوهات اللي نفسي متخيلة ممكن يطلع حاجة مختلفة جدا والله ما بقاش في حاجة بعيدة دينا بالعكس بعدين هو الفن دهشة